في حلقة اليوم نحن نتكلم عن آخر التطورات بغرفة الخياطة يلا خلنبدأ بالحلقة اللي طافت وردتكم شان طريقة توزيعة الأثاث وانا هحط كل شي بس بعدين لما نيت أشوف المخطط حسيت أنت شن في أشياء يعني وكانها غلط يعني مثلا إيه حاطر كرسي ووراها شباك بس هو المفوض أنه لما أكون قعدة يعني على الأقل أشوف المنظر اللي جدامي وحتى لما نعي أبي أصور المفوض الشمس ما يكون بظهري لأن بعدين الأشياء اللي أصورها إذا بغيت أصور يعني تطلع ظلمة فقررت أغير المصممة غيرت أغير المصممة وأخلي المصممة تسويلي مود بورد مرة واحدة مود بورد يعني أقول لها شن الستايل اللي أنا أحبه وهي تقولي مثلا حطيها اللون وهاللون اختاري هل قطعة أثاث وبين لي بالضبط بالمخطط يعني مثلا هالطاولة خليكون هالشكل وشدي ياذا خلي أوريكم شنو صممت لي فمثل ما أنتوا شايفين أول ما أدخل الغرفة رح أشوف ركن التصوير رح يكون جدامي ومكانة حسيتها زين حق إضاءة الشمس وشدي وبعدين رح أشوف كل الأرفو في الأشياء مال التخزين طبعا أنا عندي وعيد أشياء وبعدين حطت القاعدة في آخر الغرفة بس لما أقعد على أقل أشوف كل غرفة الخياطة وطبعا أقدر أشوف الحديقة وهالأشياء وبنص الغرفة حطت الطاولات اللي أقص فيها حق البترونات حق الخياطة وشدي وطبعا جهة الباب حطت الطاولات ملوت مكاين الخياطة أو حتى إذا بغيت أصور هم مكانة زين للتصوير فالحين رح نتكلم عن كل سكشن بالغرفة خلنا نبدأ بالطاولات اللي عند الباب اللي هم رغم ستة اللي هم مكان ليرحض مكاين الخياطة أو إذا بغيت أصور فأهي اختارت أن يكون بهذا الشكل طبعا لا تلاحظون أنه أكو فيه مثل لوحات إذا بغيت أحد مثلا شيء حق انسبريشنز وهالأشياء واختارت طبعا هذا الكراسي والطاولات الطاولات نفسي الموجود في إيكيا ماذا ديتوا شون تقولونها إيكيا عيكيا المهم وبين كل طاولة وطاولة حاطمة الأرفف أقدر أحط فيه أغراض أساس أي وقت إذا بغيت شيء معين يكون موجود يم الطاولة ما أحتاج أروح مثلا آخر الغرفة عشان أخذ شيء من الرف لا أكو فيه بين كل طاولة نفس الشديون التكبير أقدر أحط فيه الأغراض وهم إذا يعني بغيت أقدر أحط فيه أشياء ديكور يعني مو بالضرورة أن يكون أشياء يعني للخياطة أستخدمها بالحيل أحتكلم على الطاولة اللي بالنص الطاولة اللي بالنص هي حاطة بالتصميم إنه حاط فيه مثل شدي ثورية بس يعني مو ثورية نفس ما الأول لا إنه يكون شدي شوي ستايلة خنقول على مودرن ويكون شدي طاولة كبيرة ومفتوح من أكثر من جهة فسواء أكون مثلاً جهة الأرفف أو جهة الطاولات يعني مستغلة المساحة عدل من جميع الإتجاهات وهم طبعاً أهو طالة لما نكون بهالحجم الغرض الأساسي منه الحقي اللي يحبون خياطة ويخيطون ملابس وشديه وايد وايد مفيد فهذا هو شكله وهي اقترحات إنه يكون يعني نجاري سويه لأنه صعب نحصل كراف تايبل اللي هو طاولة خياطة بهال مواصفات وعلى يمين ويسارة طاولة هي حطت يعني طاولتين طاولة بكل جهة وهو يكون أصغر من الكراف تايبل والهدف ماله إذا بحط مثلاً بترون أو شيء بحيث إنه إذا حطيت الغماش على الكراف تايبل الكبير البترون يكون على الطاولة الأصغر أساس أشوف إنه قاعد أسوك شيء صح وارد على الطاولة الكبيرة أشتغل طبعاً إذا أنتو تشتغلون بالكرافت والأشياء كل ما يكون عندكم طاولات وأشياء أكثر كل ما ما عاد لي ليش المشاريع تتكاثر ويروح هني وهناك يعني إن شاء الله ما أبد عوايد بس هذه كانت الفكرة يعني إذا حطت لي طاولة يمين ويسار على قولتها هي المصممة هم أمها تخيط فقالت إن هذا الشيء راح يفيدش إن شاء الله مستقبلاً والحين راح أتكلم عن الأرفف أو الستوريج أو أماكن التخزين يعني أنا في البداية لما كنت أقول الحق المصممة إن أبي مكان أخزني فيه يعني كنت متخيلة كتب مثلاً أحط تشيدي بوكسات فيها خيوط بس هي ما اختارت لي هو الأرفف العادية لا هي أختارت شيء مفتوح وحطت شدي مثل والبيبر من ورا ويعني خليتها أكثر إن يكون ديكراتف إن يعني يبين إشياء مشاريعي أو أي شيء يعني يكون مخاصطة وحتى إن الكتب يكون يعني شوية مو شنها مكتبة حسيتني حبيت الفكرة وهم هذا الشي يعني شجعني شوي أنا ما بس أجمع وأخزن ويم الأرفف طبعاً هو في كورنر التصوير طبعاً إهي اخترحت حق الخلفية إن أخلي بس هذا الجزء الطافة يكون بريكس طابوك لون أبيض وطبعاً أقدر أحط أي إكسسوار أو أي شيء أبي حق التصوير وشنو بعد يعني إهي اختارت دايماً الألوان اللي تكون محايدة استايل معين نفسي من اللي أنا أحبه حلو عجبني يعني حسيت إنه حلو ومو بالضرورة أحط المنكان والأشياء لها حاطتها أقدر أنا أحط أي شيء أبي الحين راح أتكلم عن آخر الجزء اللي هو المكان القاعدة طبعاً إهي حاطة كرسيين وبينهم طاولة وحاطت شدي مثل منظرة مو منظرة تغليدية بشكل يعني مميز وعلى يمين ويسار حاطة ورق حائط والبيبر طبعاً مو بالضرورة أحط نفسها الولبيبر بس فكرتها هم عجبني زين حلو وشنو بعد وحطت لي هذا الكلام اللي بالنص طبعاً مو بالضرورة أحط نفسها الكلام بس حلو إنه كل ما أدشت الغرفة يعني أقرأ كووت أو شيء أو جملة عجبتني يعطيني تحفيز أكثر إني أشتغل هم يعني حلو الفكرة واختارت لي الألوان أو درجات الألوان اللي أختارهم سواء حق الغنفات أو مثلاً حق الديكورات اللي أحطها على الطاولة وهم بعد شنو اختارت لي المخاد مثلاً شنو ستايلي اللي أختاره أساس يكون ماشي مع كل القرفة وعلى يمين ويسار القاعدة حاطت لي تشذي مثل شلفز أرفف عليه مكاين خياطة طبعاً هي حاطة مكاين خياطة فينتج أنا ما عندي هالشي بس أحس أنه حلو يكون عندي على أقل واحد ويكون يعني شغال يشتغل الصج أحس حلو بس إيه حاطة يعني كم مكاينة فينتج وأنا ما أحتاجها العدد بس أنا عندي أكثر من نوع مكاينة فهم فكرة أن أحط يعني مكاين خياطة على يمين ويسار بعدين إذا مثلاً أحد يعني نقعد نسؤلف عن المكاين اللي عندي ومن وين حصتهم وشنو قصتهم يعني يهم هذا الشي حلو وبس توقعت شذي قطيت أغلب الأشياء بالغرفة وش رايكم بالغرفة والتصميم عجبكم؟ أطبق خلاص؟ ولا تحسون لا خلي أخذ رأي ثاني كتبولي بالكومنتس ش رايكم إذا عنديكم اقتراحات أو إذا في شي تحسون معدل أو تحسون أنه مثلاً عندي وايد مثلاً أرفوف ما أحتاج أو لا أحطي بعد إذا عجبكم الفيديو بل إذا تنسوا تحطوني اللايك وحب أشكر متابعتكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر